عقد مجلس القيادة الرئاسي الأحد اجتماعا مغلقا برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي وبحضور جميع أعضائه وأفاد مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية لوكلة الأنباء اليمنية سبا إن الاجتماع ناقش مسجدات الأوضاع المحلية بما في ذلك مسار الإصلاحات الحكومية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام الشامل وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأكد المجلس مضيه في دعم الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لتخفيف من المعاناة الإنسانية وضمان استمرار الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والوفاء بالتزامات الدولة خصوصا فيما يتعلق بدفع المرتبات لموظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن والمتقاعدين إضافة إلى البعثات الدبلوماسية والطلاب الدارسين في الخارج كما جدد المجلس التزامه بنهج السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا بما يكفل تحقيق تطلعات جميع المواطنين في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية إلى ذلك أعرب المجلس عن عظيم تضامنه وأصدق مواساته للشعبين السوري والتركي إثر الزلزال الذي ضرب لاثنين الماضي مناطق متفرقة من البلدين الشقيقين مخلفا آلاف الضحايا من المتوفين والمصابين والمفقودين ترجمة نانسي قنقر